لكل واحد بيضع ايده على ارض غيره ويعتدي على املاك الغير ظلما وزورا سواء بقى واحد بيحط عليها كشك ويقولك انا بسترزق او واحد ييجي يقف على نصية شارع ويوقف العربيات وياخد عليها فلوس ويقولك والله انا بقدم خدمة زي ظاهرة السايس وتيجي تتكلم معاهم بقى دلوقت يقولك انا باكل عيش وبسترزق ما انت شايف الدنيا يا عم كل عيش بس بلا شبهة وبادب كده يا ريت تابع عشان تعرف الصحيفين السلام عليكم ورحمة الله تخيلوا كده لما يبقى عند ارض او عند حضرتك ارض وفجأة تلاقي واحد اقام عليها مشروع سواء بقى بناء سواء كان كشك صغير سواء كان عمل حواليها صور كده وعملها جراش عربيات او حتى تلاقي سايس وايف كده ينظم العربيات في المكان ويأخذ عليها اموال بحجة ان بينظم الطريق سواء كان ملكية خاصة او ملكية عامة الرسالة اللي عايز اقولها للناس في الفيديو دا مهمة جدا ان مالك اللي بتاكله دا حرام وباطل وظلم لان الارض دي مش ارضك اصلا وربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن طراض منكم صاحب الارض لم يعطيك الاذن صاحب الارض موافقش انك تعمل اللي بتعمل دا ودا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من ارض ظلما طوقه الله بها يوم القيامة سبع اراضين وتخيل كده لما ربنا يوقفك يوم الايامة ويقولك انت اخذت العشرة متر دول ظلما في الدنيا طيب تعالى بقى احفر عشرة متر بعمق سبع اراضين وكمان ححبسك فيهم لحد مقض بين الناس وانتهي وده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتقول لي يا عم الشيخ ما تحبكهاش ده انا بعمل علامة شروع صغنان كده وباكل منه عيش حقولك النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته يعني اللي حضرتك حطته في الارض دي مش ملكك وما تاخدش منه حاجة يا دوب بس كده صاحب الارض يمنه ويتفضل عليك ويتك تمن الكشكة او تمن الصور او تاخده وتمشي خالص لكن المال اللي بتكسبه من المكان ده مال حرام وليس من حقق ابدا حتقول لي من ااخدت حكم محكمة بالفعل ان الارض دي ارضي وقدرت ازور اوراق وجب محامي شاطر كده ويكسبني القضية حقول له حضرتك مبروك عليك واشرب يا معلم لكن اوعى تفكر انك هتخدع ربنا وتضحك على ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما يأتين الخصم منكم فيكون بعضكم الحم بحجته من بعض بيعرف يتكلم كويس ويثبت كلامه كويس ويقنع اللي قدامه كويس ويضرب ويزور اوراق فاقضي له فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فانما هي قطعته من النار انشاء اخذها وانشاء تركها يا ترى بقى قطعة النار اللي حضرتك بتاكل وتشرف فيها وعارف ان هي لا بتاعتك ولا ملكك ولا اي شيء يا ترى حتكمل فيها وتاكل نار في الدنيا وفي الاخرة ولا حتطب لربنا وترجع بسرعة وترجع الحق لاصحابه قبل فوات الاوان يريد تفكر كويس وترجع نفسك كويس علشان حييجي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والسلام